قبيل انطلاق السباق الانتخابي المنتظر وفي فترة انتقالية وصفت بالخطيرة ارتأ عدد من أعضاء مجلس النواب تشكيل تكتل نيابي جديد انطلاقا من المسئولية الاجتماعية والأدبية والنيابية والقانونية يحمل اسم تكتل الوحدة الوطنية النيابي مؤكدين أنه يأتي لدعم البلاد في تخطي المرحلة الحساسة الحالية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد وصولا إلى الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل أعضاء التكتل الجديد في بيانهم الأول قدموا وعودا للشعب الليبي للقيام بكل ما يجب تحت مظلة القانون والأعراف الدستورية والنيابية في مراقبة ودعم الجهات الرسمية في الدولة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب بقوانين وتشريعات تخدم المرحلة لإزالة أي عائق قد يطرأ في طريق الاستحقاق الوطني لرفع المعاناة عن الشعب الليبي والمحافظة على وحدة التراب الليبي وسيادته تتقاطع بعض التكتلات والأحزاب السياسية بأهداف إنشائها حول وحدة مكونات الوطن وضرورة النهوض به من مختلف النواحي والسعي إلى توحيد مؤسساته وحل أزماته تكتل الوحدة الوطنية النيابي شدد على التزامه بتعهداته أمام الليبيين لإنجاح هذه المرحلة وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقوانين وتشريعات تسهل مهمتها في تيسير عملية الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر إضافة إلى العمل على دعم الاستحقاق الانتخابي القادم بإنشاء قانون الانتخابات العامة وتوزيع الدوائر الانتخابية وتشجيع المواطنين عبر حملات مكبرة بالتعاون مع الجهة المختلفة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المشاركة الفاعلة ومن ضمن أهداف تكتل الوحدة الوطنية النيابي العمل على سن قانون يضمن حق ضحايا الحروب وأسرهم والجرحة والمبتورين منذ أحداث السابع عشر من فبراير إلى هذا اليوم لتحقيق العدالة المعنوية والمادية والتأكيد على توفيق وجهات النظر والقيام بدور الوساطة بين مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور لتشكيل لجنة مشتركة للنظر في مشروع الدستور وقانون الاستفتاء أو أي بدائل أخرى يتم التوافق عليها وتجهيز بنية تشريعية لليبيا الدستورية دعم المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تعزيز قانون العدالة الانتقالية عن طريق الهيئة الوطنية للتقصي والمصالحة والمجلس الأعلى للحرية العامة وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية الوطنية للمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي وتيسير مهمتها علاوة على دعم المؤسسات الرقابية السيادية التابعة لمجلس النواب في القيام بمهامها القانونية لضمان عدم الالتفاف على التشريعات أو القانون أو خارطة الطريق حملها التكتل في جعبة أهدافه التي يسعى لتحقيقها في الفترة القادمة